اشتركوا في القناة قبل ما نبدأ للحديث عن العنف الجسدي في الإسلام نحاول بيش نبين حاجة جدا مهمة إن الإسلام لا يختلف على أي إيديولوجية أخرى أو دين إنه ينبثق من البيئة التي ظهر فيها والزمان اللي ظهر فيه احنا نعرف إن الجزيرة العربية قبل 1400 سنة كانوا الناس يعيشوا كما نقولوا احنا رحل وليس هناك عمران وحضارة إلا في مناطق محدودة جدا مثل مثلا مكة وما حولها والطائف ولا غيرها ولا المدينة وإن الممارسة العنف الجسدي هي حالة طبيعية في تلك المنطقة فقبل الإسلام لا تسمح الظروف أن تكون هناك قوانين تسجل للأشخاص مثل مثلا في فارس ولا في بيزنطة ولا في المناطق الأخرى فين فما الحضارة والبنيان فكان نوع العقاب هو جسدي أكثر شيء ممكن يعني مثلا قطع اليد أو القتل يعني حالة موجودة في الجزيرة العربية قبل الإسلام والإسلام لم يأتي بشيء جديد وهذا ما عم تنقولها ونعودها إن الإسلام نتيجة البيئة اللي ظهر فيها والزمان اللي ظهر فيه نرجع لأي قانون أو قاعدة موجودة في الإسلام إلا ونرقى لها جذور سواء في منطقة الجزيرة العربية أو ما حولها يعني محمد مجاب حد شيء جديد أخذ ما هو موجود ووافق على البعض وخالف على البعض وأعاد ترتيب الأمور وجعلها ما يسمى بأسلوب مقدس وإنه وحي إلهي نحن نتسأل لماذا هذا الإله لم يأتي بشيء جديد واحد لماذا هذا الإله لم يقدم للبشرية أشياء حضارية متطورة لماذا أخذ ما هو موجود في ذلك الوقت وجعله قوانين يسيرون عليها هذا بصفة عام العنف الجسدي هناك نوعي هناك ما يسمى بالعنف الجسدي من أجل التربية هناك العنف الجسدي اتجاه المرأة أو اتجاه الأطفال أو من أجل مثلا التربية في المدارس أو غيرها من الأمور إذن هذا ما نسميه العنف الجسدي من أجل التربية هو مثل الذي نمارسه على الحيوان مثلا الحمار نضربه لكي يطيع يعني من أجل الطاعة هذا النوع الأول من العنف الجسدي وهناك عنف ثاني هو ما نطلق عليه العقاب يعني الإنسان عندما يتكب شيء يخالف المجتمع أو يضر بغيره نعاقبه بالضرب أو غيرها من الأساليب التي موجودة ما يسمى بالعنف الجسدي كثير من المسلمين الذين يدعون أن الإسلام ليس كما يقولون أنه دين معندها عنيف وأنه دين لا يحترم الإنسان ويريدون أن يحسنون صورة الإسلام تلقاهم يقول لك إلي هذه الأمور اللي موجودة في الإسلام مثل الرجم مثلا يقول لك الرجم ليس موجود في القرآن فهمت يعني ينكر الرجم رغم اللي معنتها عمر قال فهمت الآية هذه معنتها لم يعنتها ذكرها قال والشيخ والشيخة إذا زنى فاقتلوهم البتة وإني لم أكتبها في القرآن وغيرها من الأحاديث التي تؤكد أن محمد تكلم عن الرجل نحن لا نحب أن ندخل في متاهات لا نهاية لها نحاول أن نختصر على القرآن بحد ذاته يعني القرآن بحد ذاته تكلم على العنف الجسدي في عدة مواقع سواء في الجلد، سواء في قطع يد السارق، سواء في ضرب المرأة يعني هذوما ثلاثة أشياء مهمة والرابعة لمن يحارب ما يسمى الله ورسوله أن تقطع مع أنت يديه مع أنت من خلاف ومع أنت معروف الآية وأن يصلب يعني هو نوع من العقاب الجسدي إذن هوني نحاولوا باش نفهموا الموضوع باش نجموا نحكموا عليه فهمت؟ يعني خطر أحنا وتكلموا على الإسلام لا نريد أن ننقل إلا الحقيقة صحيح فما هناك من يريد أن يعطي للإسلام وجهة نظر جديدة وهي محاولات في الحقيقة فاشلة ولا تبرأ الإسلام لأن مصدر العنف والعقاب ما يسمى العقاب أو العنف الجسدي متأصل في القرآن نفسه فهمت متأصل في القرآن نفسه يعني في الآية القرآنية مثلا نطلب الكنيثان مثلا على نشوذ المرأة يعني الإسلام يقول في نشوذ المرأة يعني المرأة تخالف رجلها ولا ما تحبش تخضع عليه ولا ما تحبش تمارس الجنس معاه ولا تريد أن تتمرد عليه أنها هيكلمها ما حابتش تفهم يفارقها في المضجة ما حابتش تفهم يلتجأ كأسلوب ثالث للضرب وهنا ما يسمى بالمسلمين المعتدلين يقول لك أن الضرب هو آخر وسيلة أحنا ما نحكيه هل هو آخر وسيلة ولا أول وسيلة لأن هذا شيء منطقي فهمت أنه الإنسان قبل ما تمارس عليه الضرب أنك تكلمه فهمت يعني كي محبش معانته يفهم يعني التالت جأي إلى أسليم أخرى لكن الإسلام يجعل آخر وسيلة هي الضرب هل بالفعل الإنسان في عصرنا الحاضر يعني يعتبر أن الضرب آخر وسيلة؟ لا يمكن قبل 1400 سنة كما نقوله إحنا آخر الدواء الكي وعندما نرجع للفقه الإسلامي يتكلم لك يعني على ما يسمى معانته نحن نتكلمه في التربية ما نحن نتكلمه في الحدود هذه الحدود حاجة أخرى في التربية يقول لك مثلا سواء في المدارس سواء الأب مع ابنه سواء الأب مع زوجته يقول لك معانته استعمال العنف الجسدي هو آخر وسيلة وهو يعني غير محرم في الإسلام وإنه مسموح به في حالات معينة وهنا الحالة تعود للشخص يعني الشخص هو الذي يقرر متى يضرب ومتى لا يضرب يعني مثلا نشوفوا أحنا الضرب موجود منتشر في المجتمعات المتاعنا داخل الأسر غير ضرب النساء وهو ضرب النساء موجود في العالم أجمع ولكن الفرق بين ضرب النساء في المجتمعات الأخرى التي يعتبر مع تحالات شافة وتصرفات شخصية في الإسلام الضرب متأصل ومشرع له هذا هو الفرق يقول لك مثلا بعض الناس يقول لك هكا الفرنسيس ولا هكا الأمريكان حتى هما يضربوا نساهم أي يضربوا فماني يضرب إنسان أما هل هو عندما يضرب مرته أو يضرب ولده يعتمد على مصدر ديني أو تشريعي لا يمارس ذلك لأنه هو طبيعته عنيفة وهو إنسان يعني مع أنت النجم نقوله نجم نقوله مثلا في الخارج إنسان يعني مصاب بمرض نفسي فهمتا يعني مصاب بمرض نفسي لا يمكن أن أقول عليه إنه إنسان عادي إنسان يضرب زوجته ولا يضرب ولده ولا يضرب إنسان حتى ما يعرفوهش في الشارع حتى إنسان ما يعرفوهش في الشارع عندما يضرب نقوله هذا إنسان مصاب بنوع من العنف بينما في الإسلام التشريع للضرب موجود داخل المصدر داخل المصدر القرآني وداخل المصدر الإسلامي نحن نعرفه مع أنتها في المدارس القرآنية كيفاش يقرأ في المدارس القرآنية في تونس يعني كيفاش مع أنتها يتم ضرب الأطفال وفي المدارس يتم ضرم الأطفال وحتى طوى يعني في السعودية ولا في موليطانيا وكثير من الدول بين قوسين العربية الإسلامية ما زالت التعليم يعتمد على الضرب يعني ولا يجرم القانون هذه المسألة لأن الإسلام موجود فيه مسألة الضرب يعني كلمة الضرب موجودة في القرآن واضربوهن فهمت صحيح هي مع أنت كما قلت لكم يعني آخر مرحلة ولكن غير مضمون يعني هذا إله الإسلام إله محمد يعني يسمح بالضرب لأنه لا يعرف شيء آخر لأن الإسلام ظهر عنده 1400 سنة في منطقة الجزيرة العربية لا يعرف هذا من نفس ولا يعرف أشياء أخرى لعلاج هذه المشكلة لهذا وهذا يدل على أن الإسلام لا يمكن أن يكون إلهي يعني إله يعلم الغيب ويعلم المستقبل ويعلم كل شيء ويعلم طبيعة الإنسان لماذا مثلا الإسلام لم يأتين بأساليب أخرى يعني يمكن توا مع أننا نستعمل فيها كما مثلا علم النفس كما محاولة الحديث يعني وفهم الطرف المقابل وعلاجه نفسيا فلماذا لم يمارسه لم يأمر منه هذا الشيء لأنه لا يعرف هذه الأشياء لا يعرف علم النفس في ذلك الوقت لا يعلمون علم النفس إذن مثل الضرب كتربية سواء للزوجة أو للأبن يعني نشوف مثلا الحديث يقول لك تعلموهم الصلاة في سبع وضربوهم في عشر يعني الضرب موجود للطفل الصغير هنا الإسلام من الجموش حتى هدوما ما يسمى المسلمين المعتدلين من الجموش ينكروا الأحاديث هذه كلها اللي موجودة حاول مسألة الضرب ومن الجموش ينكروا آيات قرآنية واضحة حاول ما أنت ضرب المرأة يقول لك هوقا يضربها بسواك يا ولدي حتى ولو يهز يده ما يضربهاش ليس من المنطق فهمت أنه الإنسان يستعمل هذا الأسلوب لأن هذا الأسلوب ما يسمى بالضرب نحن نشوفه في الدول المتحضرة حتى الحيوان ما عدتش نضربه يعني فما بالك بالإنسان اللي معناتها في الدول المتاعنا ما زال الأوليد يكوروا به أوليد صغير تشوف بوه يكور به ولا أمه يكور به يعني تضربوا طريقة عندها بشعة جدا وفي المدارس في المدارس والمدارس القرآنية صحيح في تونس توا ولاية الأمور معناتها أكثر معناتها قانونية ولكن في كثير من الدول الأخرى الضرب هي قاعدة أساسية موجودة حتى العنف معناتها في الشارع يعني واحد يتعارك معه واحد ديركت يضربه مباشرة يضربه ما يعرش يتكلم معه وهو هذا أسلوب النجم نقوله هنا من بقايا الحيوان الحيوان هذا تصرف حيواني وجاء الإسلام وأكد هذا التصرف الحيواني يعني لم يحاول أن يرقى بالإنسان إلى مستواء الإنسانية التي وصلت إليها الآن مع تبع علم النفس وغيرها يعني هذا في مسألة التربية الإسلام لم يفلح في علاج المشاكل لأنه جعل الضرب أحد وسائل التربية سوى في التعليم سوى في داخل الأسرة مع أنت في تربية الأولاد وفي التعامل مع الزوجة أو حتى في التعامل يعني العام في المجتمع فالعنف هذا اللي موجود نلقاه مع أنت موجود في الدول التي تعلم بطريقة غريبة جدا واللي نلقاه في دول الأخرى لكن أقل الحدة وغير مشرع فالضرب مشرع في الإسلام وإن لم أقول مشرع يعني كتربية فهو مسموح به ولم يمنعه الشرع الإسلامي هذا الجهة الحاجة الثانية هي مسألة ما يسمى بالعقاب نعرف اللي أحنا في الجزيرة العربية معتا إنسان كما قلت لكم يسرق من الجموش الحطو في خيمة ويسكروا عليه الخيمة لأنه مفمش بنيان مفمش تطور مفمش معتا عمران فكانوا الإنسان كي يسرق القصوله يدو يسيبوه الإنسان كي يقتل يقتلوه ويمشوا على رواحه إذن الإسلام لم يخرج عن هذه القاعدة بل الإسلام زاد على ذلك ودخل يعني عادات وتقاليد يهودية أو معتقدات يهودية قديمة تم أهمالها من طرف اليهود نفسهم مثل مثلا الرجل ودخل مثلا مثالة الجلد ننقاه مثلا في القرآن والسارقة فاقطعوا أيديهم يعني هذه مسألة واضحة قطع اليد يعني معالجة السرقة يعني عقاب السرقة فهو قطع اليد نجي تكلم مثلا مع شخص معناتها كيما نقول واحنا يعتبر معناتها أنه إسلام معتدل يقول لك لا هذاك هو ردع فقط يعني هو آخر حل نجم نستخدمه طرق أخرى لا يا سيدي الإسلام واضح هذاك حكم الله حكم الله لو ثبتت السرقة هو يقول لك معناتها عدة شروط ليثبات السرقة وكذا 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 يعني هذا الكل ماهوش منطقي لأننا لا نتكلمه وقتها السرقة ما هيش ثابتة نتكلمه على السرقة ثابتة يعني قطع اليد تلقى عند الشيعة مثلا يقطعوا له سواب عمبرك ما يقطعوش الكف عند السنة يقطعوا له السواب عمبرك القرآنيين جابوا بدعة جديدة قال لك القطع مقصود به هو الجرح يا والدي حتى الجرح حتى الجرح غير مقبول لأنك تجي إنسان سرق تجي تجرح له يده بأي حق تسبب يعني جريمة هو عمل جريمة صحية ما أنت منكرهاش يعني نتكلمه على إنسان عمل جريمة سرق هنا العسر الحاضر اطورت الأمور مثلا نشوفه في كثير من الدول ولو يعالجوا السرق نفسيا يحاولوا بشي تفهموه يحاولوا بشي يفهموا الأشياء والأسباب الذي جعلته أن يسرق لا نتعامل مع الإنسان كمجرم فبفكرة المجرم هذه فكرة غالطة حتى رأوا في الدول الغربية مثلا في فرنسا ولا حاجة وعند الواحد يسرق يبدو مع أنت يغزر له كنظرة إجرامية هذا يتفكير قديم لازم الإنسان يرقى بنفسه فهمت؟ يعني منجيش أنا أنا عاقب جريمة بجريمة مثلا إنسان قتل عمل جريمة صحيحة ما الجريمة ولكن هل أعاقبه بجريمة مثلها؟ يعني هل الحاكم يحكم عليه بالإعدان؟ فهذا في وقتنا الحاضر يعني الخروج أنا بالنسبة لي الأديان هي من بقايا ما يسمى بالإنسان الحيواني الخطر الإنسان كما قلت لكم عدة مرات هو قريب من الحيوان فأول ما خرج من مرحلة الحيوان وضع الشرع أو القوانين مثلا كما قوانين حمرابي وغيرها قريبة من المنطق الحيواني ولكن الآن مع تطور التكنولوجيا ومع تطور العلم وعلم النفس والبحث الذات الإنسانية أصبحت الأمور مختلفة يعني هنا اليوم نجم نفهم طبيعة الإنسان أكثر من ألف سنة أو ألفين سنة أو حتى خمس ألف سنة إذن هنا لازمنا نعالجه على حسب وقتنا وعلى حسب عصرنا القوانين لازمها تنطلق من الواقع متاعنا وحتى القوانين اللي نصنحها توا ما لازمناش نورثوها للي بعدنا ونقول إنها حقيقة مضلقة كل شي نسبي ما نعرفوش إحنا بعد مئة سناء بعد مئتين سناء بعد مئتين سناء بعد أربعمئة سناء كيفاش في شي تطور الإنسان وشن هو بشي يوصل الإنسان مثلا في الوقت الحاضر هذه هي فكرة إنه الإنسان يسرق ولا اقتل ولا عمل أي حاجة فهمت إنه ننظره كمجرم فهمت ونعاقبه بعقاب معانتها مهما كان حتى السجن حتى السجن يعني يمكن في حالات معينة لبعض معانت المجرمين مثلا والخطيرين أنهم يتم عزلهم عن المجتمع فهمت فكرة السجن وفكرة العقاب وفكرة الانتقام وفكرة القتل هذه بكلها أفكار مع الأسف لا تعتبر الآن إنسانية بل هي من بقايا الإنسان الحيواني ونجد الإسلام يعني يتفنن في هذه المسألة يعني الإسلام يعني تجاوز يعني أعتبر أشياء معانتها لا تعتبر جريمة أعتبرها جريمة بها وتنتكلموا على قطع يد السارق وقتل القاتل كما يقولك مثلا يقولك هيك أمريكيا تقتل أمريكيا عمرها ما كانت مثل روحنا وقت ننظر للحكم ننظر له مجرد مش يشكون عمله ولا يشكون مع المشكلة اللي عمله يعتبر غير متطورة إنسانيا وأمريكيا غير متطورة إنسانيا في هذه المسألة فهمت يعني مش لازم تبرر الإجرام بتاعت بإجرام واحدة آخر قام به شخص آخر هذه المسألة لازم نفهمها رأي أمريكيا ما هيش مثلا وروا أحنا كدول بين قوسين عربية إسلامية لازمنا نشاركوا الإنسانية ونجيبوا أفكار جديدة معاملة المجرم كمجرم هي فكرة خاطئة يجب أن نعامله كحالة اجتماعية نحاول نعامله كحالة نفسية مثلا تشوف مثلا في الدول المتحضرة كثيرة تلقى مثلا كده فيما مشكلة يلجأون إلى طبيب النفس أحنا في الدول المتعنة مع الأسف أول حاجة أطباء النفس كيما نقوله وإحنا ما يصبحوا لشي قدش من واحد يمشيل طبيب النفس يقوله أقرأ القرآن أو يمشيل طبيب النفس يقوله أقرأ الدعاء فهمت؟ مع أنت هذا يعني هذوما ما همش على طباء نفس هذوما ما همش على طباء نفس مع أنتهم حتى علاقة بالعلم النفس علم النفس هو علم صحية فهمت يدرس شخصية الإنسان وطبيعة الإنسان ويحاول يتفاهمه ويحاول مع أنت يجد حلول فالإسلام غير مثلا قطع اليد والقتل مثلا يتدخل في الحياة الاجتماعية بتاع الأشخاص مثلا يقتل المثلي فهمت هو يتفنم في قتله فهمت يقولك أرميه من مكان شهر أو اسقط عليه حاج هذه أساليب جدا منحطة في التعامل مع المثلية المثلية أصبحت مسألة يعني هي موروثة نوعا ما يعني عندما نرجعه الإنسان يعني يولد مثليا فما أشخاص يولدوا مثليين وميحبوش يعترفوا أنهم مثليين هذه مع أنتها موجودة لنتيجة المجتمع وضغط المجتمع ونظرة المجتمع هذه مسألة مثلا لعلاقات الجنسية للبالغين مثلا يعتبر مثلا الإسلام إنسان مارس الجنس مع شخص دون عقد زواج يعتبره زناد ويرجم أو يجلد فهمت يقولك الزاني والزانية فجلدهم مئة جلدة أو شهادة الزور ثمانين جلدة كل الأسليب والقوانين والحدود الإسلامية هي معتها حدود تعتمد على ما يسمى بالعنف الجسدي حتى مثلا وقت يتكلم حاول مثلا الذي يحاربون الله ورسوله يعني يقولك أصلبهم وقت عيديهم من خلاف وأرجولهم يعني كلها يعني حتى هذوم ما يسمى بالمسلمين المعتدلين اللي يحاولوا يدافع الإسلام هذه آيات قرآنية هذه آيات قرآنية تتكلم على الصلب وتتكلم على قطع الآيات والأرجل وتتكلم على الجلد وتتكلم على قطع اليد وتتكلم على وضربهن إذن هذه كلها آيات قرآنية يعني من المفروض صادرة من عند إله فهمت؟ ولكن أنتو ما تشوفوها كيفاش هذه تدعو للعنف الجسدي اللي توا في الوقت الحاضر ما عادش يصلح هذا الشي إذن أنا اللي حبيت نصله من هذه الفكرة مع أنتا أن الإسلام راه نتيجة الظروف والوضع والمكان والزمان الذي ظهر فيه ويمكن إحنا ما نعرفوش ظروفه ما نعرفوش ظروف الإسلام كيفاش ظهر ما عنا حتى معلومة إحنا وصلت لنا كتب ولكن إحنا الآن عندما نحب ونحلو مشاكلنا الاجتماعية أو تنصيص قوانين هل إحنا مشبورين بش نرجع للتشريع الإسلامي الذي ظهر قبل 1400 سنة والذي ظهر في الجزيرة العربية لا مانش مشبورين إحنا مثلا في تونس ولا في شمال أفريقيا هناك دراسات الآن حديثة هناك دراسات حديثة تبحث مسائل هذه المسائل نفسيا وعلميا وهناك أحصائيات وهناك عدة أشياء يعني يمكن أن نعود إليها لتنصيص القوانين مانش مشبورين بش نرجع للقرآن بعضهم يقول لك ليه نحاولوا نأولوا القرآن عليش أنا نأول فيه القرآن عليش أنا عندي حكم واضح ونحاول اللسق بالقرآن بالسير عليش عليش مناخذش الحكم هذاك كمصدر تجريبي علمي مع تجربته الإنسانية وتعاملت فيه إذن العقاب أو ما يسمى العنف الجزدي سواء معنتها في التربية أو كوسيلة للعقاب يعني فكرة العقاب هي فكرة خاطئ أصلا أو في التعامل مع الناس أو العنف بصفة عامة حتى الحروب أنا ضد الحروب مهما كانت يعني الحروب اللي توا مثلا المناطق اللي فيها الحروب هي المناطق متاعنا مع الأسف العالم قاعد يفكر في حاجة أخرى وإحنا ما زلنا نفكره في الحروب وحرب الفرس والعرب الشيعة والسنة اليمن زوريا فمت ليبيا يعني أحنا شعوب ما زلنا مع الأسف عايشين في مرحلة الإنسان الحيواني وما زلنا مع أنتنا نفكر بتفكير يعني أن العنف يمكن أن يكون وسيلة للأصول إلى أهداف معينة عمره ما كان العنف واستعمال العنف مهما كان سواء في العقاب سواء في التربية سواء في كل شيء فهمت هو الحل لو نريد أن يكون هناك سراع يجب أن يكون هناك سراعا فكريا لأن الإنسانية انتهت من مرحلة ما يسمى الإنسان الحيواني وداخل في مرحلة جديدة اسمها الإنسان الإنساني فأي إنسان ما زال يؤمن بالعنف مهما كان حتى ولو في الحروب ولو حتى في الحروب ما يسمى بالحروب الرسمية فهو إنسان ما زال في مرحلة الإنسان الحيواني والإنسان الذي يتخلى كليا على العنف سواء في التربية سواء في العقاب أو في الجرائم أو في الحروب فهو إنسان انتقل إلى مرحلة الإنسان الإنساني وهنا دخل في مرحلة جديدة اللي هو الصراع للفكرة وللأفكار دون عنف مهما كان وخاصة خاصة خاصة العنف الجسدي نظن المسألة واضحة ومع فيديو قادم وبإسلام اشتركوا في القناة